اشتركوا في القناة فيه اي حاجة طيب يا جماعة ما هو لازم يبقى فيه شفافية الناس تفهم يعني الناس تفهم طب ايه اللي حصل يعني بدل ما يتم تناول الاخبار من مواقع اخبارية وبعد كده بيزعلوا بقى ان احنا بنتكلم على الاخبار دي طب ما هو يعني ما هو فيه ناس تشهدوا طيب وبيقولوا كمان فيه بعض الناس اللي بتقول انه ده كان يعني مش عبوات ناسفة يعني انفجار عبوات ناسفة ده كانت سيارة مفخخة عموما طبعا اللي تم نشر صورهم الرائد هشام صلاح درباز النقيب دياء علاء الدين سعد النقيب عبد الرحمن محمود الزهري الملازم حلم يونس الرقيب نور السنهوري الرقيب محمود الفشاوي الرقيب صابر عيد رحم الله شهداء الوطن يعني يعني يا رب نفهم تفاصيل لكن عموما في النهاية عندنا صور انتشرت واسماء يعني وما فيش نفي يعني يا ربنا يا ربي تولى كل قسارهم اشتركوا في القناة